اما الان فنبقى مع قرآن المغرب للقرئ الشيخ محمود الخليل الحصري والتلاوة من سورة الكهف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثانك وينذرهم إن لم يؤمنوا بها الحديث أسفا إلا كذبا كذبا إلا كذبا اهلا كذبا كذبا اهلا كذبا إن بحاجم ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إننا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيمة أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إِذْ أَوَى الْفِتِيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا من لدنك رحمةً وهيئ لنا من أمرنا رشداً موسيقى شكرا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصان ما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله هل قد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم نتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افتغى على الله الكريم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعوا وترى الشمس إذا طلعت تزاوه عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ويهيئ لكم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ترجمة نانسي قنقر وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا ترجمة نانسي قنقر ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوما أو بعض يوما قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذكى طعاما فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ترجمة نانسي قنقر إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا ترجمة نانسي قنقر إن يظهروا عليكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب في ذا إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيا من ربهم أعلموا بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم هم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل لا تقولن ذلك وعدا إلا أن يشاء الله وقل عبك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبسوا في كهسهم ثلاثمائة قل الله أعلم بما لبثوا له وعيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتلو ما أوحي إليه إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطعم من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يواثوا بماء وإن كالمهل يشوي العجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وإن كالمهل يشوي العجوه وإنا لا نضيع أجر من أحسن عملا 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 لهم جنات عدن تجري من تحتهم لأنهر يحلون يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثياباً خضراً من سندس وإستبرق متكئين فيها للرائك نعم الثواه وحسنة مرتفقاً صدق الله العظيم من سورة الكافة استمعنا إلى القرأ الشيخ محمود خليل الحصري